يواجه الناشطون في مدينة البصرة تحديات جديدة مع صدور كتب رسمية صادرتهم من مدير صحة البصرة عن منعهم من دخول المستشفيات الحكومية ويأتي هذا الإجراء في سياق محاولات مدير الصحة لكفحي نشاطات الكشف عن الفساد في مؤسسات الرعاية الصحية الحكومية للاسف بالبصرة جاء يتعاملون ويا المواطن اللي ينتقد الواقع الصحي بمعاملة ديكتاتورية يعني اليوم أكو بعض الناشطين إخواننا الناشطين انتقدوا الواقع الصحي بالبصرة وللاسف منعوهم من دخول المستشفيات ومنعوهم من دخول الأغيرة يعني هذا واقع ديكتاتوري ما أعرفاني هو المستشفى تابع الدكتور معين أو مسؤول معين تعيش مدينة البصرة حالة من الاستيع والقلاقي بسبب فشل إدارة الملف الصحي الحكومي الذي يعاني من تدهور واضح وذلك بسبب الفساد الذي ينخر هذا القطاع الحيوية واتظهر التقارير الميدانية إن أجهات متنفذة تعتقد أنها تتحكم في النظام الصحي تظهر تقصيرا كبيرا في تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين المدير الحالي لا يصلح أن يكون على رئيس هذه الدائرة باحتبار البصرة حاليا تعاني الأمرين من باب المستشفيات المتالكة ومن باب عدم وجود أي علاجات طبية للناس الناس تعاني مرضى السرطان مرضى الفشل الكيلوي لأمراض المزمنة ناس تئن وتوين والأخ يصدر كتب بالانتقدة عندنا تسجيلات صوتية عالية يهدد الناشطين ويصيحانا تاج راس البصرة وإحنا إننا خطوات قادمة وندعو وزير الصحة إلى إقالة مدير صحة البصرة ملفنا الأول هو متابعة الصحة باحتبار الصحة صفر بالبصرة فمستمرين والمنع ما يهمنا والتهديدات اللي وردتنا أيضا بعض الأجهزة الأمنية من مدير عام هم ما تخوفنا وإحنا بالقانون ومن نتجاوز القانون ووفق نقد بناء ويطالب الناشطون والمدافعون عن حقوق الإنسان بالتدخل العاجل لمعارجة الفساد وتحسين إدارة ملف الصحي في المدينة وإن تحسين الشفافية وتعزيز مراقبة الفعالة يعدان خطوات حاسمة لاستعادة ثقة المواطنين في النظام الصحي وضمان تقديم الخدمات بشكل فعال وعادل من البصرة WTV الفضائية